أعرف منك شو هي الأخبار اللي انتشرت ومالنداية؟ شكرا لك شادي مرحبا مش دقيق أن المفوضي السامي لشؤون اللاجئين والإغاثة الإنسانية عم تقدم 700 دولار لكل مواطن ومش دقيق الرابط اللي عم يتم التداول فيه عبر واتساب لدعوة المواطنين للتسجيل عبره والحصول على المبلغ المالي أولا الوان اتش سيار اسم المفوضي السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وليس المفوضي السامي لشؤون اللاجئين والإغاثة الإنسانية ولم تعلن عن أي مساعدات تانيا الرابط اللي واضح تحت لوجو المفوضي هو رابط icrc.org وهو تماما غير الرابط المرفق المكتوب في h4us.site تالتا الرابطين مائل علاقة بالمفوضي السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأن الرابط الأول هو رابط موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أما الرابط الثاني فهو رابط وهمي وغير آمن وممكن يتسبب الضغط عليه بسرقة بياناتكم الشخصية طبعا الأمر نفسه بينطبئ على رابط آخر عم ينتشر على واتساب وهو تقريبا نفس الرابط الوهمي ولكن عم يهم الناس أن الحكومة اللبنانية تشرع في توزيع الدعم مع العلم أن الحكومة أوقفت الدعم عن كل شيء تقريبا ولا تملك المال لمزيد من الدعم غير أنه لم يصدر عنه أي خبر بهالشأن والرابط اللي عم يتم استغلاله مع الرابط المرفق هو gav.lp ناقص وغير مكتمل وبالتالي كل هالروابط مش دقيقة وكونوا حاذرين منها بعد وفاة الممثلة السوري شادي زيدان شقيق الفنان أيمن زيدان أثر واكي صحي تداولت صفحات على موقع فيسبوك أو موقع فيسبوك برثاء زعمت أنه نشر الفنان أيمن زيدان لشقيقه شادي وكتبت تقول بهذه الكلمات المؤثرة الفنان أيمن زيدان ينعي وفاة شقيقه الفنان شادي زيدان مرت علي أشوأ أسوأ 11 سنة من حياتي لم أتوقع أبدا أن يحصل لي كل هذا توفي يا ابني الأقرب لي تباعد عني أقرب الأصدقاء دم أدمر بيتي الذي كان حلمي طوال حياتي وطنية مزق واليوم أفتقد أخي وشقيقي شادي لم يعود للحياة أي نكهة وبعد كل هذا يأتين الناس ويسألونني أيمن لماذا تبدو حزينا مع هدنك هكذا وأجيبهم هل لأن أصنع الفرح وأنا بكل هذه الظروف السيئة آه يا وطني كم تضيق الله يرحمك يا أخي هذا البوست مش دقيق أولا آخر ما نشر الفنان أيمن زيدان على صفحته الخاصة وكل صفحته على مواقع التواصل كان ورقة نعوت شقيقه شادي وثانيا عبر استخدام تقنية هو بوستد وات قدرنا نعرف مين أول شخص نشر البوست الجمعة عبر فيسبوك فتبين أنه هبا أبو اسماعيل هي اللي نشرته على مجموعة سوريا شمس الحرية قبل ما تبلش الصفحات والناشطين بالتداول فيه بحث معمق أكتر رح يخلينا نكتشف أنه هالبوست خضع للتعديل انتشر أول مرة عام 2020 ونسب أيضا للفنان أيمن زيدان اللي بالبحث على صفحاته ما قدرنا نلاقي هالبوست وقبل التعديل كانت الجملة الأولى المنشورة هي بالبوست مرت علي أسوأ تسع سنوات بحياته وكان أول من نشره صفحة دليل سوريا الشامل بتاريخ 19 تموز 2020 ومع هالخبر منختم فقرة مش دقيق ومنتوجه بالعزاء للفنان أيمن زيدان وعائلة شقيقه شادي ومنتمنى عدم فبراكة الأخبار لجمع المتابعين على حساب وجع الناس أعود إليك شادي شكرا حليمة شكرا لكم شكرا شكرا